موسيقى الامور تغيرت في المنتصب بالنسبة لنادي جدة خصوصا في الضغط الاهلاوي اللي موجود في زيادة الجهاني يلعب كرة للخلف الشام فايك في الناحية اليابين هجمة خطيرة لمصلحة جدة يلعب عرضية خارج المنطقة وتيري يحاول يمر ينقل كرة الشام فايك تمريره من جديد بعد الفترة الماضية مع الفريق الاهلاوي الذي قدم الفريق الاهلاوي بالشكل المطلوب بأقل والذي كان يأمل أن يأخذ مكانه في الفريق الاهلاوي تمريره ذكية من هجام فايك والقابل فريقها السابق بنكهة الانتصار الذي يريده بعد ما سجل في مباراة الرائد على هذا الملعب تمريرات حتى الآن مباراة هادية مشاهدين الكرام مع هذه الجولة السادسة كرة منعوبة عالية على القائم البعيد لكن في الخلف هجام فايك يمرر الكرة السهلة يلعب الكرة السهلة دايما تمرير محاولة عن مين شفت كرة السهلة حاول فيها ولكن كان إغلاق منافذ عالية كرة منعوبة والله هذه كرة من زمن إبرايموفيتش هذه كرة من زمن إبرايموفيتش كرة منقولة هجام فايك واحد صفر اللي تحدثوا عن هذا المدرب خلال العامين الماضية منقولة هجام فايك اختطاع خلال هذه الفترة أن يبني أيضا قاعدة جماهيرية بعد غياب الطولة وحديث المشرف العام على ما يبدو الأهل يريد الخروض في صوت المباراة الأول بهذه النتيجة التعادل أو أعفونا واحد صفر باستوس اللاعب في منتصف رضية الملعب هجام فايك الموزع الرئيسي تقدم أهلاوي بالكامل ملعوبة بالرأس ولكن أخيرا ملعوبة رحلة الزاوية بالرأس الله هندي اللي يعود من الجهة اليسار للجهة اليمين لمحاولة ورياض موتبوز رياض كرة منقولة طاحت يلعب على المرتدات عبدالعزيز البيشي قرأ عقلية موسيمياني في شط المباراة الثاني موسيمياني هونا اللي لاعب أخر ضخط في هذه الحالات ملعوبة الكرة بالرأس داخل منطقة كرة ملعوبة مالكم محاولة من جديد دربكة دفاعية دوريا ليش؟ يعطي حافز يعطي حافز للغني ياخذ كرة فيها تصويبا وأخيرا إلى خارج هارضية الملعب يوسف العدد كنترولو عالي ماشر عملية التصويب هنا كانت زياد هشام لليسار بعيد هذا أيضا قال هنا على نفس الملعب بيد أن يضيف هدفه يخرج بالثلاثة نقاط يلعب علي ماجر الشيه هشام ملعوبة الكرة إلى اليسار موسيقى 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 موسيقى